مساء الخير أو صباح الخير يا بشمالسين على حسب انت بتسمعوني في اي وقت معاكم مصطفى لامعي هنكمل النهارده التي توريال اللي بدأنا المرة اللي فاتت بتاع الشيف اركتكت وازاي نبني المبنى على الشيف اركتكت وندخله على اللوميون علشان نعمل له رندر زي ما تعودنا من المرة اللي فاتت هنكتب اسامي الناس اللي عملت سابورت على باتريون ان شاء الله الناس ديزيد والسابورت يكتر على اساس ان انا اقدر افرغ وقت ليكو ونبتدي نعمل فيديوهات اكتر ونتكلم عن مواضيع اكتر بازن الله يلا بنا نبتدي طيب ده الفايل من مكان ما نسبناه المرة اللي فاتت كنا خلصنا خلاص المبنى الدور الاول والروف وعملنا الدروة وعملنا الكاب بتاع الدروة وشلنا السيلنج من فوق وده السقف وده المبنى بالمنزر اه اللي احنا خلصناه اه الحصة دي هنكسبورت المبنى على بحيس ان احنا نكمل بقية احنا طبعا ممكن نكمل بقية والشغل ده على طبعا ده في حالة ان احنا هنكمل شغل في وهنخرج لوحات وهنعمل شغل مظبوط يعني بس يعني في حالة ان احنا بس مجرد عايزين شكل المبنى اه للرندر فاحنا ممكن ان نكمل على سكتشوب لانه اكيد هيبقى سرع كتير طيب هنكسبورت المبنى ازاي لازم نكون وقفين على الثري دي فيو اللي هو البرسبكتف فول اوفر فيو لان هو بيكسبورت على حسب الويندو اللي انا واقف عليها انا مش عايزة اكسبورت البلان انا عايزة اكسبورت ثري دي فانا هاقف متأكد ان انا واقف الويندو دي وهي الاكتف معي وهروح في فايل اكسبورت وهقول له عندي بقى دي انواع الموديلز اللي اقدر اكسبورتها من تشيف اركتكت دي دابليو جي دي اكس اف طبعا هنا اكسبورت احنا اجبء لان انا واقف على ثري دي مش واقف على البلان هيقوم بتالي هيقضي هتبقى اكتف لو انا واقف على البلان طبعا دول بقى ثري دي موديلز احدى دول بقى ثري دي موديلز اللي هو الإكستنشن بتاع 3D Studio القديم هنأكسبورت 3DS وهقول له اكسبورت هاختر المكان اللي نعايزة اكسبورت فيه على الاسكتش اوب هنروح على فايل امبورت ونروح ناختر الفايل اللي احنا عملناه امبورت من شيف اركتكت وهقول له امبورت طيب دي مشكلة دايما بتقابلنا لما بنيجي انها جيب حاجة من اي برنامج 3D للسكتش اوب هي الفاسس الكتيرة قوي دي والخطوط الكتيرة قوي دي دي ليها علاج سريعا على سكتش اوب اعطي ان انا هدليت الفايل ده خلاص انا مش عايزه وهقول له امبورت تاني وانا باختار الفايل هروح على اوبشنز وتشك على ميرج كوبلانر فاسس واوكي وامبورت هلاقي الفايل جي معايا انضف كتير من الاول هتقابلني شوية مشاكل في فايل الاسكتش اوب زي مثلا حاجة زي كده ان الحلق بتاع الباب single face اقول الاتنين منطبئين على بعض في عامل المنظر ده دي من مشاكل الاسكتش اوب sorry ال chief architect ملهاش حل يعني غير ان احنا نزبطها وان ايدتها على sketch up من الحاجات الناس كتير بتنساها الفيس normal او الفيس باصس كده ولا بص ناحية تانية خصوانا الحاجات اللي هي single face زي كده لما تيجي ببص على face زي ده كده شايفين الفيس ده من ناحية لونه مختلف على الناحية التانية الناحية البيضة من الفيس هي دي الفيس دي normal بتاعها مظبوط يبقى لازم دي اللي انا بقى شايفها المفروض تبقى باينة معايا يعني ده كده الفيس ده مقلوب لازم اعدله الحكاية دي هتبان معايا في لوميون لو انا عندي فيس مقلوب اللوميون هيشوفه فيس برضو ولو اديته ماتيريال اللوميون هيخرف خالص وممكن يبديني ماتيريال زي قريبة جدا وغلط تماما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يكتش نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يستحسن جدا ان انا الازاز اشيله خالص بتاع تشيف اركت ده واعمل انا الازاز بتاعي من اول وجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نستغل الوقت ده واقول لكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في التشانيل وتشغلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا الحلقات الجديدة واللايك فعلا بيساعد جماعة فياريت تعملوا لايك وشكرا تبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على بقية الموديلنج بتاع الاكستيريور على سكاتشوب على انغام موسيقى فيديو هيبقى متسرع شوية عشان ما تزهقوش ونتقابل بعد ما يخلص الموديلنج بإذن الله اشتركوا في القناة 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 امام السباحة على زيرو شفت بقناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هدوس بحيسن هتعمل النقطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحيسن يعني تعالوا اشتركوا في القناة في مكانه وده اشتركوا في القناة الـ اشتركوا في القناة بحيسن طبعا اشتركوا في القناة بحيسن بحيسن اشتركوا في القناة 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 ورجع لون أبيض هيبان بس حاجات بسيطة جدا زي ما انت بقى ايه حابب يبان شكله عامل ازاي بس يستحسن ان انت مداخدش حاجة أبيض تماما مفيش حاجة في الحقيقة بيضة تماما نفس الكلام هنعمل واذرينج هنا وهنبتدي نعمل ندور الاجز شوية عشان نهرب من الخط القوي الناشف اللي هو مش موجود في الحقيقة تعالى ناخد هنا الماتيريا للخشب ده لما جينا حطنا متيريا للخشب ده طلع الاتجاه بتاعه عكس اللي احنا كنا عايزينه الاتجاه التاني فده سهل طبعا ان انا اصبطه من الوريانتيشن وان انا اصبط الروتيشن بتاعه عندك وبيتش وبانك طبعا دول اللي هما اكس واي زد بس هو مسميهم بطريقة تانية يعني اسامي دي ليها مردود تاني في الطيران يعني ده بي اعرفش ليه هو مستخدم الاسامي بتاعت الطيران بس ما علينا يعني اتغير في واحد واحد كده هتعرف ده بتاع عنه اتجاه نفس الكلام هنعمل له ويدرينج بس هنختار بقى الخشب من هنا ونقدمه شوية ونفس الكلام هدواره شوية طيب لو انت شايف ان العرق الخشب ده صغير وانا طبعا شايف ان هو صغير جدا وعايز اكبره شوية هلاقي عندي هنا السكيل بتاع الماب هو عامله اربعة انا ممكن اكبر الوقتي لو انا كبرت اه تحركت بالماوس كده هيكبر ويصغر بسرعة جدا ممكن اوصل للرقم اللي انا عايزه وابتدي لو دوست شفت وتحركت هيتحرك ابطأ شوية بحيس ان انا اخد بالضبط زي ما انا عايز فنخليه تقريبا ستة ده ازبط نكبر شوية علشان دي كده شكلها مش طبيعي نكبر شوية عن ستة عايز بقى ازق الماتيريال ده كله لاحية الشمال من هنا من position اقدر احرك ده دي الاكس وده الواي وي اللي هو الرأسي والزد يبقى انا عندي بقدر احرك الماتيريال واظبط مكان اشتركوا في القناة تعالوا ماتيريال مثلا زي الالومينيوم ده ده ممكن نعمله احنا بادينا مش محتاجين ناخد ماتيريال جاهز علشان نفهم بقى ارضو شوية من الموضوع ده شغال ازاي اول حاجة عندي colorization هنا ده اللون ولو الماتيريال مش واخد texture خمسين في المية هيديني اللون بالكامل تعالوا ناخد اللون اللي احنا عايزينه وحاجة اقرب للاسود بص بقى الحاجات الreflective قوي دي لما هديها edge هيبان معايا حلوة قوي في الرندر لانه هيديني انعكسات على الages دي هيطلع شكلها ممتاز في الرندر ممكن اختار aluminium من هنا وديله شوية weathering كده على خفيف كتطرش قوي عشان الreflective يبان معايا وهيبقى عندي الاثنين دول reflectivity و glossiness reflectivity دي طبعا واضح كل ما قللت reflection L كل ما زودت reflection Z فالmetals دايما باخد reflectivity بتاعتها على الاخر glossiness طبعا هو الreflection درجة الحاد ده بتاعته يعني واحد فما فوق هو طبعا مفيش فوق يعني المفروض ان واحد يبقى المaterial glossy تماما اقل من واحد grossiness شايفين الreflection يبتدي يحصله blur بالتدريج لغاية لما يبقى غير محدد المعالم تماما طب ليه فيه اكتر من واحد اكتر من واحد ده بيبان معايا قوي لو انا حاطت normal map normal map اللي هي اي تفاصيل يعني خربيش اي حاجة هتضيع لي تماما glossiness هتخلي glossiness قليل قوي حتى لو واحد فلما بزود glossiness هنا ممكن حتى لو عندي normal glossiness بتاعت النورمل تزيد معايا كمان هو طبعا انا معنديش هنا اي نورمل فمش هيفرق معايا وعادة glossiness برضو فيش حاجة في الدنيا glossiness بتاعها واحد فهننزل لغاية مثلا point nine ترجمة نانسي قنقر وانحنا كده جاهزين ان احنا ناخد اول لقطة ونتقابل مع بعض الحلقة الجاية باسن الله علشان نعمل الرندر وشوفكم الحلقة الجاية على خير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة